يا صباح السعادة ويا صباح الأنوار على أحبتنا نراها بقيوننا بنرها بقلوبنا ودائما مع المشاريع البسيطة والغير المكلفة والناجحة جبنا لكم مشروع الأفرشة بكل أسراره تفصيل وخياطة وحتى الحيل لخياطته تابعونا لآخر الفيديو حتى تستفيدوا أكثر قماش الليدرا والقماش الصيفي هذا متواجد في كل الأسواق العرضة تعوز زوج 1.40 ناخذ من جهة الطول 1.20 سيدتي رحمطوي على 2 هذه قيمة تفريشة واحدة أو شورة واحدة بعد ما قصينا 1.20 وهذه فيه زوج طرق في هذا الفيديو نمتلكم طريقة الأولى والسهلة للمبتدئين في الخياطة والمبتدئين في المشاريع نسهل عليك على التفصيل 1.20 القماش على زوج 1.40 رحمطوي على 2 تقصي 1.20 مجيت فتحة القماش تطويه على 2 رحمطوي على 2 مجيت العرض تقصي 1.20 تزيدي تطويه على 2.60 سنتيم مجيت فتحة القماش كما رحمطوي في الفيديو في الحاشية هذيك ولا القنت تطويه 25 على 25 25 على 25 تخرج لك مربع رحمطوي على 4 هذا المربع تقصيه هذا يجي في الكونات بتاع الماطلة ولا تاع المطرح الكونات الأربعة ولا الجهات الأربعة من جهة العرض سيدتي هذه طريقة سهلة سهلة جدا وهذا التفريشة ولا الشورى قياس الماطلة 10 سنتيم 15 سنتيم 20 سنتيم حتى 25 سنتيم جاينا في المخدات تقيسي 48 سنتيم تخرج لك زوج 48 سنتيم رحمطوي القماش على 2 زوج 43 تقصي 48 سنتيم كافية وهذه القياسات ستوندار هذا القماش فيه رسمة تاع لبعز كاي اللي يجي سامبل وكاي اللي يجي فيه الورث والله فيه الأشكال كيف كيف هذا فيه القاعدة في الوسط وكاي اللي يجي فيه القاعدة من الأسفل تطوي هذك 48 سنتيم اللي قصيتها على أرض القماش على 2 يخرجو لك زوج مخدات للتفريشة اللي قصيناه فيها متر وعشرين هنا بما أنه فيه الرسمات باش ما يجيكش المخايد مختلفين تاخذي الجيه اللي فيها الرسمة مع الجيه الأخرى اللي فيها الرسمة كيف كيف عكذاك باش تتنسقي المخايد يجوك كيف كيف يجوك يعني رسمة كيف كيف هذا المربع سيدتي ما تقيسيهش وما ترميهش رانا نديرو لك مشاريع أخرى بإذن الله هنا جاينا في تنفيذ الخياطة بطريقة جد وسهلة وهنا عندك طريقتين ركيزي معي سيدتي هذك المربع اللي قصيناه من جهة الأربعة نطوه نشدوه على اتنان كي ما راه موضح في الجهتين ونخيطه إذا عندك آلة السرفلة أو السورجي تخيطيه بواحد سنتيم وديري السرفلة هنا في الجهة الأخرى إذا ما عندكش آلة السورجي سيدتي ما تقلقش روحك ما تخليهاش حاجز لمشاريعك أن مدلك الطريقة الثانية والطريقة الثانية أضمن وأحسن في الخياطة بدون سرفلة تديري دي كل الجهتين كي ما وضحنا لك في الفيديو اللي قصيناهم المربع ذاك خمسة وعشرين سنتيم وتطويه زوج طيات طيه صفر فاصل خمسة وطيه صفر فاصل خمسة يعني نص سنتيم في نص سنتيم تطويها على اتنان وتخيطي ما تنساش سيدتي التثبيت تثبيت الخياطة في البداية وفي النهاية هذه الطريقة جيكم تينا وجيكم ليحة وحتى اللي تشري عليك هاد التفريشة وهاد الشورة تدعيلك بالخير ما تتقطع لهاش بحكم أننا نزيره ولا نجب ذو الماطلاك نديرها في التفريشة نجب ذو الكتان كتول الخياطة ما هيش مليحة هاهي تتحل جينا في الاستيك المطاطي قيسي خمسين سنتيم خمسين سنتيم نديرها من جهة وخمسين سنتيم من جهة الاخرى يعني في تفريشة واحدة تستهلكي مترا واحدة متاع اللاستيك من الاحسن تستعملي لاستيك هاد النوعية اللي جي امتينا وبالغسيل مت كيم احنا قولو مت ترخافلكش اجي امليحة احسن من لاستيك تتاع الميزان ركزي معي سيداتي من جهة الاطول قيسي 40 سنتيم وهكذاك باش تسهلك العمل زيدي قيسي 40 سنتيم من جهة لمقابلة نجيت منين خياطنا هاذيك الخياطة تاع الكوانات او تاع الزوايا وديريها بلازي بانجل ولا بطبشور ولا بستيلو لراه متوفر احذاء يدك هكذاك متوليش تخيطي في الاستيك هذاك وتبداي تقيسي من طول قيسي 40 سنتيم من جهة الامل تستهلك الوقت وتستهلك الجهد سيدتي ركزي معي هنا جيدا حتى تجيك الخدمة متقونة وناجحة 100% الطريقة هاذي جدو سهلاء نبدأ ونخيطه 1.5 سنتيم في بداية الاستيك نحكمو الاستيك مع القماش الخياط المطاطي ولا الاستيك مع القماش ونديرو تثبيت مليح بعد ما تتمشي بآلة الخياطة 1-3 سنتيم هكذاك عينك ميزانك تبداي تخيطي 1 سنتيم بالقماش تكفيه ولاستيك راتخل في القماش ومنخيطوش على الاستيك ركزي معي سيدتي ما نخيطوش على الاستيك هكذاك ركت تكفي والعطفة هذيك والكفة هذيك على الاستيك والاستيك راه يتحرك بكل ارياحية يعني ما هوش مخيط في الشورى هنا سيدتي وتبداي تمشي حتى توصل للجهة الاخرى اللي درتي لها المارا والليزي بانجل ولا تعل 40 سنتيم جهة لمقابلة هذا الاستيك رانا ندروه من جهة الغرض تعل الشورى تعل مطرح هنا بعد ما توصل هذيك 40 سنتيم تحكمي الاستيك هنا مع القماش وتبثيه مليح مليح تثبيت الخياطة يعني ديري 5 ين بالخياطة وتكملي بواحد سنتيم اذا عندك السرفة لها كدرتي له السرفة لسور جي سير دال لما عندكش تكفي الزوج كفة ترقاك بصفر فاصل خامسة صفر فاصل خامسة حتى توصل الجهة اللي مقابلة ورا كدرتي لها بعد 40 سنتيم من الزاوية واضح ان شاء الله هذا الشرح واللي ما فهمتناش مرحبا بكم في التعليقات ونعتذر على تأخير هذا الفيديو نكمل كما وضحت لك سيداتي تخدميها في بداية 40 سنتيم هذيك تخدميها تتبيت لاستيك مع القماش ونبعدها ما تخيطيش لاستيك مع القماش خيطي في وسط القماش وتجب ديه هذا القياسات وهذا الشرح ترانا نستعمل فيهم من سنين ويروحوا علينا ما شاء الله ما كانش الليش كام من القياسات ولا حتى من الخدمة ماذا بكم تتقنوا تتقنوا قد مطيقوا الاتقان هو سر نجاح المشاريع أما الأرزاق بيد الله الشرح هذي استهلكتنا ميترة وعشرين في الشرح وثمانية وربعين سنتيم في المخايد يعني ميترة وسبعين دارت لك قيمة شرح واحدة جينا هنا في السحابة هنا إذا اعتمدتها كمشروع عشر السحابة متاع الميترة السحابة سيدتي راني حاطت لك في آخر الفيديو توضيحات أكثر وأكثر كيفاش تلصقها هذه اللي تلقى صعوبة فيها إن شاء الله تستفيدوا من هذا الفيديو وما تجيكمش صعوبة منه وجاي اللاتات ولا الرأس تحت السحابة عنده جهتين جهة مفتوحة وجهة غير مفتوحة دخلوا السحابة تفتحيها قليلا ودخلها من الجهتين منه ومنه من الجهة اللي مهيش مفتوحة في هذه اللاتات ولا الرأس تحت السحابة وتفوت لك بكل سهولة هنا إلا ما عندكش الرجل اللي خاصة بالسحابة ولا الفيرميتيل تقدري تخيطيها بالرجل العادية بيدبيش وإلا عندك من الأحسن تخيطيها به راني حاطت لك الصورة التالي بيدبيش ولا الرجل الضغطة هذيك في آخر الفيديو وكملي للآخر سيدتي ونتنساش الاشتراك فضلا وليس أمرا انكفل الحاشية هذيك على اثنان صفر فاصل خمسة نصف سنتيم فقط وتخيطيه على حاشية السحابة أو الفيرميتيل الطول الطول هذي المخدات اللي قصنا فيها ثمانية وربعين سنتيم على عرض القوماش جاتنا فيها ستين سنتيم لأن عرض القوماش فيه زوج مترات وربعين طويناه على أربعة جاتنا فيها ستين سنتيم وقصيناها ثمانية وربعين سنتيم كاين اللي تدير في المخدات خمسين سنتيم كاين اللي تدير حتى خمسة وخمسين سنتيم على حسب المخدات اللي عندها والمخدات الزبون التاحة أما هذي القياس سيدتي كمشروع اللي رأنا نتعامل به بالجملة لرأنا نتباعه في الأسواق سيدتي خيطنا الجهة الأولى جينا للجهة الثانية عندك تاني طريقتين تقدري تخيطي على وجه الفيرميتيل واحد سنتيم وتزيدي تقلبي وتزيدي تثبتي الخياطة التجميلية ولا كما احنا نقوله بالعامية الركض الخياطة تقدري تخدمي مباشرة تكفي صفر فاصل الخمسة سنتيم وتخيطيها على السحابة بالرجل هذي الضغطة اللي خاصة بالسحابة تعطيك سهولة ولا ماهيش متوفرة عندك كيما قلنا لك كورجي ومديريها شعرقيل واتكله إلى الله احنا في بداية مشاريعنا ما كانش عندي الرجل الضغطة هذي تعال للسحابة وكنت نخدام وكنت نبيع والحمد لله يعني حاولوا ما تديروش العرقيل حاولوا ما تديروش العرقيل في البدايات اتكلوا على الله وأخدموا بنية النجاح وبنية عقد النية تاع البيع والنجاح في مشاريعكم هنا بعد ما خيطنا السحابة فتحيها قليلا حكذاك باش كي تغلقي الجوانب الأخرى للوسادة اولا المخداء اتقل بها بكل سهولة نحكم الجهات في بعضهم ونخيطوا واحد فاصل خمسة اولا واحد سنتين إذا ما عندك شئلة تصرفها لو كان القماشية كي ما احنا نقولوا يستنسر كثيرا تقدري تطويها على اثنين قليلا بالصرف الفاصل خمسة تطويها على اثنين وتخيطيها كذاك تتمثلك الخياطة ولا تقدري تديري خياطة تجميلية من بعد ما تقلبي القماش وتخيطيه اهنا سيدتي رانا كملناها اوجات رائعة قياسات مضبوطة ورانا نتعاملوا بها بالجملة الرولة القماش الصيفي هذا راه متوفر في كل الالوان واللون اللي ينسي فيه خوه وهذا الرسمة هذه راه دارجة ومطلوبة والمشكلة انها ناقصة شوية في السوق اهنا لاستي كل المطاطة اللي يدرناه قياسات وثاني مجربينها ومضبوطة يجيك امليح ويجيباهي في المطلع ولا في المطرح ولا في التفريشة اللي عندك الرولة القماش الصيفي هذا في ستين مترا اشري القماش هذا الصيفي باش تبدي بيه مشروعك اشري اللي يدير راه بالرولو يدير 15.000 يدير 14.000 الرولو في الاسواق بالديطاع بالمترات يدير حتى العشرين الف تفريشة واحدة اداتنا مترا وسبعين تفريشة مع زوج مخايد يعني تديري زوج تفريشات يجوك تلت مترات وربعين سنتيم ويدولك اربعة تعليفر المثيل ولا السحابات وانت يا ابديتي مشروعك الاسيك والمطاط تدي لك زوج ميترات لزوج تفريشات اتكلي على الله وانطلقي في مشاريعك ان شاء الله نكون وفتناكم في هذا الفيديو ما تنسوناش بالدعاء والاشتراك فضلا وليس امرا اشتركوا في القناة